إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذد بقراءته يقول الله سبحانه وتعالى وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ما معنى وَلَقَدْ ذَرَأْنَا ذَرَأْا ما معنى ذرأنا بمعنى خلقنا وأوجدنا على غير مثال سابق وهذا هو شأن خلق الله سبحانه وتعالى فالله هو الوحيد الذي يخلق من العدم ويخلق على غير مثال سابق فمعنى وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمْ أي وَلَقَدْ خَلَقْنَا وأوجدنا من العدم أناسا كثيرين يكفرون بالله سبحانه وتعالى ولا يستجيبون لأمره فيصبح مصيرهم إلى جهنم فكأنهم مخلوقون لجهنم ثم فصل سبحانه وتعالى فقال لهم قلوب لا يفقهون بها يعني لهم قلوب تضخ الدم موجودة لكنهم لم تنفعهم ولم يستجيبوا لأوامر الله ولذلك كأنه ليس لهم قلوب ولهم أعين لا يبصرون بها يعني هم يرون كما يرى الناس يعني ستة على ستة النظر لكن لا يرون الطريق الحق ولا يرون طريق الهداية فكأنهم لا يبصرون ولهم آذان لا يسمعون بها يعني هم يسمعون لكنهم لم يستجيبوا لأوامر الله فكأنهم صم فإذا ذرأنا بمعنى خلقنا وأوجدنا على غير مثال سابق خلقنا لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس أي ذرأنا وخلقنا وأوجدنا من العدم على غير مثال سابق والله أعلم شكرا